عقد وزير التنمية المحلية من العوض والإسكان شريف الشربيني جلسة مباحثات في إطار التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر حضر الجلسة ممثلون عن محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هبثت والوزرات والجهات المعنية وسيشهد المنتدى تنظيمة خمسمائة وستين فعالية ومعرضا وست جلسات حوارية رفيعة المستوى وتسع جلسات خاصة بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة ومن أهم تلك الجلسات الجلسة الخاصة بمصر والتي ستمثل فرصة لتسليط الضوء على التجربة التنموية والحضرية والعمرانية التي قامت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص التحضر السريع